طيب هل في محازير ما تخص مثلا التعامل مع الفيتامين صغير عدم الإفراط فيها؟ عدم الإفراط بالنسبة مثلا لو هتكلم على قلب مالتي فيت للست الحامل حلو جدا لأن السيدة الحامل بتحتاج فوليك أسد بتحتاج كالسيوم بتحتاج فوليك أسد وفيتامين بي وكالسيوم لكن ممكن الدكتور بتاعي يديها أكتر لأن هي حاملة بيبي فبيحتاج تركيز أعلى قلب مالتي فيت مناسب لكل الناس مرخص من هيئة سلامة الغذاء فدي تدي أمان أن أنا باخد بيلس مش هتديني أي أعراض جانبية لأنه اتعامل عليه تستات وترخص وموجود في جميع الصيدليات ودي حاجة مهمة أنا بحب قوي أن أنا ما أجي أخد مكمل غذاء أخذه من الصيدلية ده يديني أمان مفيش حاجة في الصيدلية بتتحطي OTC على الرف غير وهي أمنة 100% ومصرح بيها موزات الصحة وهيئة سلامة الغذاء جميل